في زيارة تعد الرابعة من نوعها منذ بدء وقف إطلاق النار اجتمع وفد مصري مع قيادة حركة حماس والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وذلك لعدة ساعات الوفد المصري الذي كان على رأسه رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء الوزير عباس كامل اتقى رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار ويعد تثبيت وقف إطلاق النار وملف صفقة تبادل الأسرة والمصالحة الفلسطينية من أبرز الملفات التي نوقشت إلى جانب ملف إعادة إعمار القطاع حيث من المقرر أن يفتتح الوفد مدينة سكنية في غزة أقيمت بتمويل مصري بحسب مصادر غزية